اهلا بكم في فيديو جديد لكل واحد عنده التهاب في المعدة مشاكل في الهضم وقرح في المعدة واخد ادوية كتيرة شعر بالتحسن لفترة لكن رجع يتعب تاني لكل واحد عنده مشاكل في الهضم وبيصاحب ده اكتئاب وقلق وتوتر ومشاكل في التنفس حلقة النهاردة دي ليك معلومات جديدة عن جرسومة المعدة تابعوا معنا اسمها هايلو باكتر بايلوري ودي جرسومة بتكون موجودة عند 50% من سكان كوكب الارض لكن بدون اي اعراض بتفضل في حالة خمول الى ان تنشط لأسباب معينة هنحكيها بعد كده اول ما بتنشط بتبدأ تعمل مشاكل كبيرة في الجهاز الهضمي المعدة والامعاء وهي نوع خبيث جدا من الميكروبات بتعمل خفر وثقوب في جدار المعدة والامعاء ما بتقدرش تعيش في الاوساط الحمضية علشان كده كل ما تكون العصارة الحمضية بتاعت المعدة مرتفعة وقوية جرسومة المعدة هتفضل في خمول وعدم نشاط وبالتالي مش هتعمل اي مشاكل ضارة في الجسم لكن هي علشان تهرب من الحمضية بتاعت المعدة بتعمل حيلة خبيثة جدا بتستخبى تحت الاخشية المبطنة لجدار المعدة من جوه المكان ده حمضية المعدة مش بتوصله ومن هنا تبدأ تقلل حمضية المعدة علشان تبدأ تنتشر وتتكاسر وتبدأ تعمل شغلها في المعدة والامعاء وتدمرهم اعراض جرسومة المعدة اول حاجة بنلاقي تشويش في التفكير وعدم تركيز بنلاقي اعراض نفسية زي اكتئاب توطر قلق ديق في التنفس بنلاقي التهاب في المعدة وفي بعض الاحيان قرح بنلاقي كمان حساسية من اطعمة الانسان ما كانش عنده منها حساسية قبل كده الدكاترة لاحظوا ان فيه تناقص في النقلات العصبية وده بسبب ان المشكلة اللي بتحصل في المعدة نتيجة الجرسومة بتؤدي الى عدم هضم البروتين اللي هو بينتج الاحماض الامينية اللي بتتعامل منها النقلات العصبية ولقوا كمان ان مريض جرسومة المعدة عنده انيميا نتيجة عدم امتصاص الحديد في المعدة ونتيجة عدم امتصاص فيتامينز كتيرة كان المفترض ان عصارة المعدة الهضمية هي اللي تقدر تهدم وتمتص اعمل ايه لو اصبت بجرسومة المعدة في الغالب الطبيب المختص بيكتب مجموعة من الانتيبيوتكس المضادات الحيوية بتكون قوية جدا مع استخدام اكتر من دواء علشان يخفف التهاب وقرح المعدة في الغالب الادوية دي بتكون مؤسرة ومفيدة جدا جدا للمريض لكن احنا النهاردة هنقدم مجموعة من الحلول المساعدة مع علاج الطبيب علشان تفيد المريض اكتر والاستجابة بتاعت العلاج تكون احسن وكل دا بطريقة طبيعية اول حاجة بكتيريا حمد اللاكتيك ودي مفيدة جدا في القضاء على جرسومة المعدة ودي بتكون موجودة في اطعمة زي الكرومب الكابوتشي الارنبيت تاني مادة طبيعية اسمها السالفيوران ودي بتقدر ان هي بطريقة طبيعية تسيطر على جرسومة المعدة وتحد من نشطها ودي موجودة في الكرومب والارنبيت والكابوتشي والجرجير واللفت تالت حاجة اللبان سواء المستيكة او اللبان الدكر وده نوع من انواع صمغ الشجر وبنلاقي موجودة عند العطار ده مفيد جدا جدا ان هو يوقف انتشار جرسومة المعدة كمان تناول الطوم والبصل باستمرار بيقضي على انتشار جرسومة المعدة فيه ادوية موجودة في السيدليات موجود جواها بكتيريا اسمها لاكتوباسيلس ودي بكتيريا نفعة بتكون موجودة جوا الانسان بصورة طبيعية بتساعد بشكل كبير على القضاء على انتشار جرسومة المعدة كمان من اهم الاطعمة اللي بتقل الانتشار الجرسومة اللي هو الفجل الابيض موجود منه اقراص في السيدليات نغضب صفة مستمرة كل يوم هيساعد كتير جدا فيه القضاء على جرسومة المعدة واخيرا اتمنى تكون معلومات النهاردة فادتكو ولو بجزء قليل لو الحلقة عجبتكو شيروها لصحابكو علشان يعرفوا المعلومات دي ونتقابل في فيديو جديد سلام ترجمة نانسي قنقر